صحيح. تعال نشوف شوية لقطات. اه. للتجارب الجديدة في الزماني. كان مش جديدة قوي. بس مثلا صبحي. خلينا نروح لصبحي. اه نشوف صبحي ما بعد جوزيجو ميز بدأ يعتمد عليه. النهاردة مثلا من الحاجات اللي عجبتني في اللقاء. هنا صبحي شوف التمريرة دي برضه. هو بيلعب بركله كويس جدا. التمرير دي لعبدالله سعيد لدرجة ان عبدالله سعيد بعد ما لعب الكرة راح سقف له صبحي. كان بيشول له. الله اللقطة دي دي تتعاد معلش. دي اللقطات بقى حلوة دي. هو عمل تمريرة فعلا تمريرة كسرة الخطوط يعني بتاعة لعيب كرة مش بتاعة حرص مرمو. بتاعة عبدالله سعيد. بالزبط. عبدالله نحس بيه. اللي وضع. تعالوا بقى ساقف لدي. عايز دوني الحاجات دي بتاعتي. ما شاء الله. النقطة التانية زمالك جرب النهاردة انضاي في مراكز الهجوم واعرب كان لرأس حربة. انا عايز اقول ان التجربة دي محتاجة تتكرر تاني في الزمالك. لان نضاي مميز جدا في الكرات العالية. بيتحرك في التلت الاخير بشكل كويس وخطر. يعني انا نضاي ده احق يعني انا مش جايب لقطة تجوم بس جايب لك لقطة نضاي عمل فيها تصور بتاعرس حربة.